السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اللي غيكون تتمت سلسلة مشاهر بوليوود من خلال قناتنا مغربية الهين كنا اتطرقنا الموضوع بوليوود وفتتحناه بملك او كينك سينيما الهندية شاروخان من خلال هاد اللقطات كنا دوينا على حياته الشخصية والعملية بكل التفاصيل وتعرفنا عليها عن قرب فلمازال ما شابت الفيديو غنخلي لينك الفوق الدخلو تفرجو وشجعونا وخللونا لايك وكنا وعدناكم انه في كل مرة احنا وياكم غنخسروا واحد من المشاهير وندوو عليهم ونبرزوا الدور دالو في السينيما الهندية فمن خلال تعاليق في فيديو دالشاروخان كانت ممثلة كاجول اكثر وحدة تاول اسمها كشخصية بغيتونا ندوو عليها فبقوا معنا حتى الاخير باش نتعرفوا اكثر على ممثلة كاجول تولدات كاجول مخرجي نهار خمسة غوش 1974 في مدينة مومباي فعائلات تقريبا كلها كتنتمي المجال الفني فالممثلة المشهورة تانوجه هي والدة كاجول وهي من ممثلات المخضرمات في الحقبة ما بين ستينات وثمانينات حيث انها شاركات ومثلات مع كبار الممثلين في اكثر من مئات فيلم وحتى هذا اليوم ما زالك تمثل وهي في العمر دالها ثمانين سنة في حين ان اب كاجول شومي مخرجي لتوفى سنة 2008 كان مخرج وكاتب مونتي السينمائي كاجول عند اخت واحدة صغر منها اسمتها تانيشا وهي كذلك ممثلة علاقة بيناتهم علاقة قوية حيث ان في اي مناسبة او احتفال ديني او اي مهرجان سينمائي كيحضروا بعدياتهم وكذلك برفقة الام دالهم كيما لاحظتوا ان معظم عائلة كاجول هي من وسط الفني ولكن بزاف ما تعرفش ان الممثلة المعروفة راني مو خرجي هي ابنة عم كاجول وبجمعهم بزاف دال الافلام من اشهرهم كوتش كوتش هوطاهي طفولة كاجول كانت شوية مرتبقة خصوصا بعد طلاق الاب والام دالها وانشغال تانيشا والدة كاجول في المجال الفني هيت كانت من المثلات البارزات في ذيك الحقبة ولكن جدت كاجول من الام دالها هي اللي رباتها وهي اللي عوضتها عن غياب الام دالها وعلمتها الاعتماد على النفس تبعت كاجول دراسة دالها في مدرسة سان جوزيف كونفت في مدينة بونشغاني من هويتها المفضلة رقص وقراءة الروايات مما خلاها تبين واحد الاهتمام لولوج المجال الفني في مساعدة الام دالها متلات اول فيلم دالها سنة 1991 بيخودي وكان في العمر دالها فقط 16 عام وفي هذا الفيلم لعبات تانيشا دور الام دالها من خلال واحد اللقاء التلفزيوني قديم الكاجول اكدأت انها كانت تحاول تواصل الدراسة دالها بمقابل تصوير فقط في العطلة السافية ولكن بعد بداية النجاح دالها في المجال الفني قررت تغادر المدرسة وتفرخ كل وقت دالها للسينما من بعد مقدرات تلفت الانظار في اول فيلم دالها بيخودي وقعت كاجول سنة 1993 اول بطولة دالها مع شاروخان في فيلم بازيغار لحقق نجاح كبير كتاني فيلم سجل اكتر ارادات ديكسانة وهنا كانت بداية شاركتها مع الكنك شاروخان في عدة اعمال ونجاحات كثيرة في اكتر من 14 فيلم من بينهم دي الواري دولانيا كوتش كوتش هوتاهي كبخشي كبغام واللائحة طويلة هنا غنخلكم علاقات لأبرز الأفلام لجمعاتكم موسيقى بسبب الكيمياء والتفاهم التي يبان في جميع الأعمال لجمعاتهم فالتنائي شاروخان وكاجول من اكتر تنائيات نجاح في بوليوود والمعروف عالميا بالزاف كانوا تظنوا ان كاجول وشاروخان متزوجين الحقيقة ولكن في اكتر من اللقاء بينوا انهم تجي معهم علاقة صداقة قوية فالنقطة المشتركة بيناتهم انهم متزوجوا في سن مبكر في بدايات المشوار الفني دالهم كيفما كانت غوري خان داعم شاروخان فالممثل مشهور اجي ديفغان زوج كاجول كان داعم الاساسي في مسيرها الفنية من بعد علاقة حب دال اربع سنوات اللي بدات في كواليس في المولشة لسنة 1995 اجي وكاجول تزوجوا بالضبط في شهر جوج في 1999 كاجول كانت بداية النجاح دالمشوار دالها والأب دالها والعائلة دالها ما كانوا موافقين على الزواج خصوصا انا كانت باقة صغيرة ولكن اجي وكاجول تحدوا الجميع خصوصا انا بزاف دالناس كانوا يشوفوهم انهم اختلفين شخصية مع انا اجي من اشخاص اللي انتقون مش اجتماعي وانتوائي ولكن نشحوا بانهم يكونوا اسرة يكون مجوجة للاطفال نيسا هي البنت الكبرى لآجي وكاجول اندى 19 العام ويوغ هو الابن الاصغر عنده 12 العام فآجي وكاجول ما نشحوش فقط انهم يكونوا عائلة نشحوه حتى على الصعيد الفني لا على الصعيد الفردي ولا التنائي حتى هم شاركوه في تسعة الافلام مشتركة بطولة ويكونوا نجاحات بزاف ولو من الكوبل المشهورين والاغنى الكوبل اللي كانين هنا في مدينة مومبي ولا في عالم بوليوود موسيقى وتبا عندلكم جولة في واحد من النطق المعروفة هنا في مومبي اللي هي جوهو كما تتشوفو من خلال الفيديو هي من الاماكن السياحية المعروفة بالبحر دلها والمنازل الفاخرة والمحلات وهي من مناطق التارية في مومبيل وموطن عديد من مشاهير بوليوود موسيقى 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 كما مولفة تنوريكم ووريتكم حتى في فيديو جال شاروخان وبما أنني هنا في مومبي فلا بد نوريكم المشاهير فين كعيشوا فين عيشي وكما قلت لكم قبيلا هنا بما أنه حتى بندرة فين كين عيش شاروخان بزاف دل مشاهير كين كون بزاف المشاهير تم فين عيش شاروخان عيشين ولكن انت هنا يفجوهو كينين بزاف دل هالمممتلين عيشين هنا يفجوهو وهي واحد من المناطق اللي نقية بزاف وفيها الدوراء غالية بزاف من بين المشاهير كين اميتاباتشان اجيديبغا اللي دابا غدا نوريكم وكاجول كين اكشيكمار بزاف 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 دل مشاهير دابا أنا جيت نوريكم هنال الدار جالو غير هي كي صوبوها كي رولالا غير نغينو باشتون فهذه هي الدار شادة من هنا يحتل هيها اسمتها شيفا ساكتي شيفا حيث هو عائلة هندوسية وكي عبدو الاله شيفا لنك هذي هي الدارة كي صوبوها كاملة وهذه هي الدخلة فالدوماج مكيبنش مزيان دابا بقضيطة حالليل وحتل هنال القرون جنوب للغينوفاسو غير مع ادرين هذا الحل العمود كيف يديرون الاتصاء كيف يندحوه هنالكين اصروا لغينوفاسو لنك هذي هي الدارة فينسا كنين وحتى فهذه المنطقة كينULزاف هذه المشاهير نشاء الله ils انذاقوا عليهم نوريكم الدور جاله اشارة دار اجي ديكان قيمة 60 كرور يعني غالية بزاف ونقول لكم من تحت هنا يشحل دارها بالدرهم فهذه قرب دار دار كاجول ودار زوج دالها اجي اللي كي صوبوا فيها واللي كينا بالضبط في منطقة جوه خلال مسيرة فنية دي 30 عام كاجول قدمة 30 فيلم مع كبار ممثلين كشارو خان زوجها اجي ديفقان سلمان خان اكشي كومار وامير خان وحصلاتها ل23 جائزة لافضل ممثلة وهي الان في قائمة ممثلات اعلى عجرة وهنا وصمنا اخر الفيديو نتمنى ان هنا الاعجابكم وما تنسونا شمال اللايك والاشتراك اذا ما زال ما اشتركتو ودخلين اقتراحاتكم في التعاليق الشخصية المشهورة اللي بقيتنا ندعو عليها في الفيديوهات المقبلة اشتركوا في القناة